من أجل ضمان النقل المستقبل لمنتجات المؤسسات زادت شركات الخدمات اللوجستية المحلية من قوتها الكاملة في إحدى القواعد اللوجستية بمحافظة سوينينغ في مقاطعة جينسو حيث يتم النقل البضائع باستمرار إلى الداخل والخارج يسل المتوسط إلى خمسة آلاف طن يومياً بعد عيد ربيع ما ينهر الحيوية والزخم القوي للمؤسسات المحلية اشتركوا في القناة